بسم الله الرحمن الرحيم بنبدأ الحلقة بتاعتنا النهاردة وعاوزين نشتغل على الصوت وازاي نقدر نعدل على ملف الصوت بحيس انه يطلع معايا في النهاية كملف احترافي متصور بأعلى المايقات اللي ممكن نعرفها أو نسمع عنها برغم ان الصوت ده ممكن يكون متسجل بمايك عادي جدا أقل من العادي كمان أول خطوة هنعملها ان احنا هنتعلم احنا بنسجل الصوت منين وبعدين تاني خطوة هنبدأ نعدل عليه اول حاجة عندنا هنبدأ تسجيل ملف صوت هننزل هنا في قيمة start هنضغط عليها وبعدين نيجي عند sound recorder نضغط عليها هتفتح معنا كده النفذة الخاصة بتسجيل الصوت هندوس start بسم الله الرحمن الرحيم احنا دلوقتي بنسجل بس تجريبي او ملف صوت علشان نشتغل ونعدل عليه بحيس انه يكون معنا صوت احترافي كده ده الجزء اللي احنا هنشتغل عليه طبعا احنا عاوزين دلوقتي نحفظه على الجهاز بتاعنا هنيجي هنا ونغير الاسم هنسمع على سبيل المثال وان تو سري اوكي وهنحفظه ولياكن على الدسك توب بتاعنا كده الملف الصوتي بتاعنا اتحفز على الجهاز هنلغي النافذة دي دلوقتي البرنامج فاتح قدامنا هنيجي من قائمة file هندوس add media files علشان طبعا نختار الملف الصوتي اللي موجود على الجهاز بره وندخله معنا في البرنامج ده الفايل بتاعنا وان تو سري وطبعا نتسجل اه وم اي هنضغط عليه نحدده وبعدين ندوس open هنلاقي ان ملف الصوت نزل معنا تحت كده في البرنامج بتاعنا وهنبدأ نشتغل عليه اول خطوة احنا عاوزين نعرف من ايه نبدأ نغير الصوت ازاي نقدر نعلي الصوت ازاي نخفي يعني الضوضاء اللي موجودة في الصوت او الوش اللي بيكون موجود حوالينا الصوت بتاعنا اول خطوة بتحدد الملف الصوتي بتاعنا وبعدين بنيجي عند الثلاث شرط اللي جنب بعض دول هنضغط عليها بتظهر معايا نافذة كده الكلمة الرئيسية فيها بتكون كلمة tools يعني ادوات طبعا انا دلوقتي بشتغل على ادوات ال audio يعني ادوات الصوت اول حاجة هنا بيقول لي ال volume وال volume هنا يعني علوة وانخفاض الصوت هنلاقي هنا ان عندنا رقمية طبعا الرقم ده كل ما هيتغير كل ما الصوت معايا هيعلى او يوطى حسب ما انت هتكون عايز هنجي على سبيل المثال هندوس هنا مثلا ولكن خلينا قبل ما نبدأ نشتغل على ادوات ال tools هنا نسمع الصوت معنا في الاول علشان نقدر نحدد مدى التغير اللي هيطرق عليه ندوس هنا كده هنجيب بس الفيديو بتاعنا من البداية او الملف في الصوت بتاعنا ندوس هنا play بسم الله الرحمن الرحيم احنا دلوقتي بنسجل بس تجريبي او ملف في صوت علشان نشتغل ونعدل عليه بحيس انه يكون معنا صوت احترافي هنجي دلوقتي الادوات ال tools بتاعتنا الخاصة بالتغيرات على الملف في الصوت الرقم هنا كل ما هيضغير كل ما الصوت معايا هيعلى هنقول مثلا على سبيل المثال هنخليها 150 ونجيب الاوديو بتاعنا من البداية ندوس open بسم الله الرحمن الرحيم احنا دلوقتي بنسجل بس تجريبي او ملف في صوت علشان نشتغل ونعدل عليه بحيس انه يكون معنا صوت احترافي طيب عندنا خيار تاني ممكن برضو بيعلي الصوت معانا هو الخيار بتاع كلمة normalize normalize هنا هنحدده نعمل عليه على متصح المربع ده هنلاقي الصوت معانا هيعلى زيادة نجرد تاني كده بسم الله الرحمن الرحيم احنا دلوقتي بنسجل بس تجريبي او ملف في صوت علشان نشتغل ونعدل عليه بحيس انه يكون معنا صوت احترافي كميل جدا هنا المربع التاني ده خاص به speed يعني سرعة الصوت يعني دي نصيحة لأي حد وهو بيسجل لو حاس ان رتم الاداء بتاعه فيه بطء شوية ممكن من هنا يعلي الرتم شوية يعني يعمل اداة سرعة شوية بس في نصيحة في البداية ان انت دايما الرقم هنا ما تحاولش تزوده او تقلله اولا لان ده هيغير الصوت فامكانية اللعبة في الرقم ده هتكون يعني من مية ننزل خمس درجات او نعلى خمس درجات يعني ممكن مية لحد مية وخمسة او من مية ننزل لحد خمسة وتسعين اكتر من كده الصوت هيروح في اتجاه تاني خلص ومش هيكون صالح اصلا ان انت تشتغل به يعني انا دايما بحب لو حاسيت ان الرتم بطيء شوية بحب دايما نخليها مثلا مية وتلاتة كده الرتم بتاعي بيعلى معايا وبيكون فيه سرعة في الاداء ممكن نسمع كده بسم الله الرحمن الرحيم احنا دلوقتي بنسجل بس تجريبي او ملف صوت علشان نشتغل ونعدل عليه بحيس انه يكون معانا صوت احترافي مش هنحس ان فيه تغير كبير لكن لو جد عند نفس الرقم ده وخلينا مثلا على سبيل المثال خلينا سبعين وهنجرب كده نسمع تاني الصوت هنلاقي صوت اتغير تماما بسم الله الرحمن الرحيم احنا دلوقتي بنسجل بس تجريبي وزي ما سمعنا كده بالزبط ان الصوت في الحالة دي هيتغير تماما علشان كده لازم نحافظ على النسبة اللي احنا اتفقنا عليها هننزل كده التحت هنلاحظ ان فيه ادوات اضافية من خلالها نقدر نعدل على ملف الصوت بتاعنا عندي مثلا هنا كلمة اوكليزر هنحددها كده هتفتح معايا كده شكل الاوكليزر بنبدأ نغير الصوت من هنا ندوس على السهم هنا كل ده كده معايا ممكن من خلاله يتم التغير واللعب في نمط الصوت بتاعنا هنختار على سبيل المثال Voice Enhancement ونبدأ نسمح تاني بسم الله الرحمن الرحيم احنا دلوقتي بنسجل بس تجريبي او ملف صوت علشان نشتغل نجرب Option تاني معنا هننزل هنا نختار Music Enhancement ونبدأ نسمح تاني بسم الله الرحمن الرحيم احنا دلوقتي بنسجل بس تجريبي او ملف صوت علشان نشتغل ونعدل عليه وبرضو لو رجعنا تاني هنا هنلاقي مجموعة من ال Options الاضافية اللي بتقوم بالتعديل على ملف الصوت هنرجع للقائمة الرئيسية هننزل عندنا بقى Neuse Removal يعني ازالة الضوضاء هندوس عليها هنلاقي هنا على سبيل المثال عندي حاجة اسمها Frequency Filter يعني Filter التردد او ازالة الضوضاء هنضغط هنا هنلاقي عندنا حاجة اسمها Hiss وحاجة اسمها Hum Hiss هي الضوضاء الخاصة بحرف الصاد والسين اللي بتعمل صفارة زيادة كده مع الصوت لكن لو نزلنا عنده Hum طبعا دي ازالة الضوضاء الخاصة بهم اللي هي الهم هامة اللي بتبقى موجودة حوالين الصوت ممكن نجرب اول واحدة Hiss نجيب الملف من البداية ونبدأ نشتغل Play بسم الله الرحمن الرحيم احنا دلوقتي بنسجل بس تجريبي او ملف صوت علشان نشتغل ونعدل وممكن نرجع نجرب الأوبشن التاني الخاص بالهم هامة او Hum وبعدين نجيب ملف الصوت بتاعنا من البداية نسمع مرة كمان بسم الله الرحمن الرحيم احنا دلوقتي بنسجل بس تجريبي او ملف صوت علشان نشتغل ونعدل عليه بحيس انه يكون معنا صوت احترافي وده طبعا الجزء الخاص بازالة الضوضاء هنرجع تاني للقائمة الرأسية بتاعتنا هننزل تحت هيفضل عندنا حاجة اسمها Audio Effects يعني التأثيرات الصوتية هنضغط عليها هنضغط هنا على السهم كل ده Options بيقوم برضو بالتعديل وتغير نمط الصوت لكن انا بنصح الجميع ان محدش يستخدم الجزء بتاع التأثيرات الصوتية هنا لانه بيغير الصوت تماما او نقدر نقول عليه كده يعني بمنتهى سهولة بيباوز الصوت تماما تعالوا نسمع كده مع بعض لو على سبيل المثال جبنا كلمة Radio وجبنا الملف بتاعنا من البداية نبدأ نسمع بسم الله الرحمن الرحيم احنا دلوقتي بنسجل بس تجريبي او ملف صوت زي ما سمعنا كده بالزبط ان الصوت بيروح في اتجاه تاني خالص يعني ما ظنش ان حد هيكون حابب ان هو يستخدم ال Options الخاص بال Audio FX هنا نتمنى يكون الجزء اللي احنا قدمنا ده مفيد لأي حد حابب يعمل فيديو خاص بي وينزله على منصة اليوتيوب ويقدر من خلاله يعمل شكل كويس يجذب بيه المشاهدين ان هما يكملوا ويتفرجوا على الفكرة بتاعته او الشيء اللي هو بيعرضه من خلال الفيديو بتاعه وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير واشتراك بالقناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لك كل جديد السلام عليكم